اشتركوا في القناة هذا اليقين هو خلق أنبياء الله وعباد الله الصالحين رفع الله به درجاتهم وكفر به خطيئاتهم وأوجب لهم الحب منه والرضوان والصفح من لدنه والغفران إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي الله آدم أبو البشرية جمعا وقف عليه الصلاة والسلام في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق ربه الكريم وقف صلوات الله وسلامه عليه وقد بدت عليه عورته فطفق هو وزوجه يخصفان من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فجاءه اليقين بالله فنادى ربه وناجاه فغفر الله ذنبه وستر عيبه وكفر خطيئته هذا اليقين الذي دخل به يونس بن متى إلى ظلمات الحوت في ظلمات ثلاث لا يعلمه إلا الله ولا يطلع على خبيئة قلبه من الآلام والحصرات سوى الله فناداه وناجاه وتقرب إليه جل في علاه فنادا في الظلمات أن لا إله إلا عنه سبحانك إني كنت من الظالمين فناداه بهذا النداء وكله يقين بأن الله سيرحمه وناجاه بهذه النجوة وكله يقين بأن الله سيلطف به فأخرجه الله من الظلمات إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات هذا اليقين الذي وقف به أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أصابه الضر والبلوى وعظمت عليه الشكوى فنادا ربه جل وعلا فناداه وناجاه بقلب لا يعرف أحدا سواه ففرج الله عز وجل كربه ونفس همه وغمه ورد عليه مفتقده هذا اليقين الذي وقف به الأنبياء والمرسلون في أشد الشدائب وأعظم المكائد فكان الله عز وجل بهم رحيما وبحالهم عنيما ففرج عنهم الخطوب وأزال عنهم هموم الكروب وقف موسى عليه الصلاة والسلام البحر أمامه والعدو وراءه ومعه أمة خرجت ذليلة لله مستجيبة لعمر الله فوقف أمام البحر ليس أمامه إلا عدو وبحر فما كان منه إلا عن قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون قال واليقين معمور بقلبه ومليع به فعاد كلا إن معي ربي سيهديه كلا لا أدرك ولا أهان ومع الواحد الزيان ففي طرفة عين تنزلت أوامر الله أن اضرب بعصاك البحر وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة والبحور العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يابسة وإذا به على أرض لا يخاف درك ولا يخشى قال الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديه فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم سبحان الله بحر عظيم وفي طرفة عين ينقلب أمواجه إلى صفحة لا يجد فيها رباذ الماء ويضرب لهذه الأمة المصطفعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقا في ذلك البحر لا يخاف درك ولا يخشى كل ذلك باليقين بالله لذلك أيها الأحبة في الله سار على نهجهم الصالحون واتبع لآثارهم عباد الله المهتدون فما نزلت بهم خطوب ولا أحاطت بهم كروب إلا عاذوا بالله إلا من غيوب والمؤمن في كل زمان ومكان يحتاج إلى هذا اليقين بالله تحتاجه إذا عظمت عليك الذنوب وعظمت منك الإساءة في حق الله تحتاجه وأنت مع أهلك وتحتاجه وأنت مع ولدك وتحتاجه وأنت مع عدوك وتحتاجه وأنت مع صديقك تحتاج إلى اليقين بالله وإلى العوذ واللوذ بالله ولذلك كان لزاما على كل من يحب الله ألا يمسي ويصدح وفي قلبه غير الله تحتاجه وأنت مع صديقك اشتركوا في القناة